بعد إثارته موجة من الاعتراض والانتقاد ألغت إدارة مساجد محافظة الفروانية تعميما كانت قد أصدرته ونص على منع دخول جماعة التبليغ إلى المساجد إلا بعد أخذ موافقة رسمية من الإدارة وأوضح مدير إدارة مساجد المحافظة صلاح الشلاحي أن المقصود من التعميم الذي تم إلغاؤه ليس منع جماعة التبليغ من دخول المساجد وإنما لعدم المبيت في المساجد دون إذن الإدارة وأشار الشلاحي إلى واقعة حدثت قبل يومين في أحد مساجد منطقة إشبيليا عندما قامت مجموعة من جماعة التبليغ بالمبيت في مصلى نساء دون علم الإدارة مضيفا أن ذلك أدى إلى وقوع مشكلة مع بعض الأخوات المصليات والتي فوجئنا بوجود الرجال في المصلى المخصص لهم ما أدى إلى تدخل الشرطة وإحالة المجموعة للمخفر شكرا